طالبت واشنطن موسكو بممارسة نفوذها على نظام الأسد كي يوقف فورا اعتداءاته على الغوطة الشرقية المحاصرة وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن نظام الأسد وداعميه الروس والإيرانيين يواصلون العدوانة على الغوطة وأضافت إن ميليشيا الأسد تزعم أنها تحارب الإرهابيين لكنها عوضا عن ذلك تروع مئات الألاف من المدنيين وتستخدم غاز الكلور كسلاح ضد الأبرياء العزل وشددت المتحدثة على دعوة واشنطن إلى إنهاء الاعتداءات الأسد فورا والسماح بصورة عاجلة لفرق الإغاثة بمعالجة الجرحى وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنكوبين